يقول لو أن صورة العلم جمعت لكانت صورة أجمل من الشمس والقمر يعني العلم ما بين دفتي الكتب والذي يلقى مشافهة لو أنه مجموع يعني لو له صورة كذا مثل ما يقولك لو أن حياتك كتاب إيش عنوانه كذلك العلم لو أنه جمع و أصبح صورة لكانت أجمل من الشمس والقمر ترى أن تعيش بهذا الجمال الجمال الروح الذي حتما سينعكس على ظاهرك و تعيش بهذا الحب و بهذا الوداد ستستشعر لذة الأشياء ترى إنسان إذا فقد بهجة الأشياء يصير الماء زي العصير يعني ما يفرق في الطعم وتصير سواء يأكل ليمونا يأكل ليمو أي مرات يأكل أو يشرف ليمونا زي أنه يأكل خيار لأن الإنسان إذا فقد بهجة الأشياء تعطلت منفعته بها و بقدر حاجتك للشيء بقدر حاجتك للشيء بقدر ما تثمنه يعني لو أن غريقا في البحر الآن هو بحاجة إلى خشبة يعني يتعلق بها تنتشله بعد الله عز وجل و ليس بحاجة إلى ذهب يغرقه إذن الخشب أصبح ذا أهمية في مثل هذه الأحوال أنت تثمن الأشياء بقدر حاجتك لها لذلك أنت من يحدد المعالم و يرسم الطريق إذا أنت متخصص في فن معين أو علم معين و يقولوا الناس ترى إيش فأيته ترى لو روح للتخصص كذا أنت من يرسم المعالم وأنت من يحدد الهدف وأنت من يعطي الخارطة وأنت متى تقول متى أبدأ بإذن الله و متى سأنتهي أنت اللي تعيش هذا الشغف وأنت اللي تعيش هذا الحب أنت في حياتك كلها و بما أن العلم نور و أنت رايح للجامعة لكن يعتبر هذا في كل الحياة أنت محتاج أربعة أشياء تطورها محتاج التعليم محتاج المهارات محتاج السمات و محتاج العلاقات و هي مكون و خلطة جميلة كذا شفت لما تجي تسوي ذيك الصلطة الباردة ما أدري إيش جانا على الأكل يعني هذا الخليط الجميل مبني على علم يعني المعلومة يعني مرات أعطيك معلومة بس بدون مهارة يعني لما أقول لك ولد فلان في كذا كذا هذه معلومة لما أقول لك مؤلف رياض الصالحين هو الإمام النووي هذه معلومة لما أقول لك أنه أول صاحب طابعة في العالم هو جوتنبارغ أو اللي ينطقها بالجيم يقول جوتنبارغ تمام هذه معلومة لكن في مهارة إذن العلم أنت في حياتك بحاجة إلى العلم بحاجة إلى المهارة المهارة يعني كيف مثلا تقول هذا العلم مهارة الحديث مهارة الخطابة مهارة الحوار مهارة إيش مهارة الصمت الصمت مهارة بل هو من أغلى المهارات وأجملها ألذها أغلاها أحلاها أسناها أبهاها إيش في كلمة ما قلناها والله جاءت كلها مع بعض إيش كل ما ما قلناها أحلى أسناها